بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكوبى والعتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأخذون أموالا نتاما غربا إنما يأخذون في بطونه النارا وسيصلون سعيرا يوزيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوق قرنتين فلهم ثلوبا لا ترك وإن كانت واحدة فلها النجر ولأبويه لكل واحد منهما السلس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه الثلث من بعد وصية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكوبا واليتاما والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معوفا بسم الله الرحيم وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا نتانا غربا إنما يأكلون في بطولهم نارا وسيصلون سعيرا يوزيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوق ثنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النجر ولأبويه لكل واحد منهما السرس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضا أباهكم وأبناءكم لا تدهون أيهم أقرب لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معوفا وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا نتانا غربا إنما يأكلون في بتونه النارا وسيصلون سعيرا يوزيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن لساء فوقتنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النجر ولأبويه لكل واحد منهما السرس بنا ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضي آباؤكم وأبناؤكم لا تدهون أيهم أغرم لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأخذون أموالا لتاما غربا إنما يأخذون في بطونه النارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصر ولأبويه لكل واحد منهما السرس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضيه آباهكم وأبناؤكم لا تدهون أيهم أقرب لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكربى والجتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا لتانا غربا إنما يأكلون في بطولهم نارا وسيصلون سعيرا يوزيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النجر ولأبويه لكل واحد منهما السلس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه الثلث من بعد وصية يوزي بها أرضيه آباهكم وأبناءكم لا تدهون أيهم أقرب لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معوفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليقولوا قولا سديدا إن الذين يأخذون أموال التامى ضربا إنما يأخذون في بطولهم نارا وسيصلون سعيرا يوزيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها المر ولأبويه لكل واحد منهما السلس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضي أباهكم وأبناءكم لا تدهون أيهم أغرم لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة أول الكوبى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال التامى ضربا إنما يأكلون في بطولهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم ثلثا لا ترك وإن كانت واحدة فلها النظر ولأبويه لكل واحد منهما السرس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضي آباهكم وأبناؤكم لا تدهون أيهم أغرم لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة أولو الكربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا نتانا غربا إنما يأكلون في بطوله النارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن لساء فوقتنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النجر ولأبويه لكل واحد منهما السرس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضا أباهكم وأبناءكم لا تدهون أيهم أقرب لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكوبى والعتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معرفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأخذون أموالا نتانا غربا إنما يأخذون في بطونه النارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم ثلثا لا ترك وإن كانت واحدة فلها النصر ولأبويه لكل واحد منهما السلس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضا أباهكم وأبناءكم لا تدهون أيهم أقرب لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكوبى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معرفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم زرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا نتاما غربا إنما يأكلون في بطولهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن لساء فوقتنتين فلهم ثلوبا لا ترك وإن كانت واحدة فلها النجر ولأبويه لكل واحد منهما السبس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضا أباهكم وأبناءكم لا تدهون أيهم أقرب لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكربى والعتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم زرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأخذون أموالا لتانا غربا إنما يأخذون في متونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصر ولأبويه لكل واحد منهما السرس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه الثلث من بعد وصية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم وإذا حضر الكسمة أول الكربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معرفا بسم الله الرحيم وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فلاتقوا الله فلاتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا لتامى ضربا إنما يأكلون في بطولهم نارا وسيصلون سعيرا يوزيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النجر ولأبويه لكل واحد منهما السلس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه السلس من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضي آباهكم وأبناؤكم لا تدهون أيهم أقرب لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمته الكربى والعتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأخذون أموالا لتانا غربا إنما يأخذون في بطونه النارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النجر ولأبويه لكل واحد منهما السرس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضي آباءكم وأبناءكم لا تدهون أيهم أقرب لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكربى والجتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا لتانا غربا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوزيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كنا نساء فوقتنتين فلهم ثلثا لا ترك وإن كانت واحدة فلها النصر ولأبواه لكل واحد منهما السلس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه السلس من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضي أباهكم وأبناءكم لا تدهون أيهم أقرب لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكوبى والهتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا لتانا غربا إنما يأكلون في بطولهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن لساء فوقتنتين فلهم ثلثا لا ترك وإن كانت واحدة فلها النجر ولأبويه لكل واحد منهما السبس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضي آباهكم وأبناءكم لا تدهون أيهم أغرب لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأخذون أموالا نتانا غربا إنما يأخذون في بطوله النارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصر ولأبويه لكل واحد منهما السرس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضا أباهكم وأبناءكم لا تدهون أيهم أقرب لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكوبى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معرفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا نتانا ضربا إنما يأكلون في بطولهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن لساء فوقتنتين فلهم ثلثا لا ترك وإن كانت واحدة فلها النظر ولأبويه لكل واحد منهما السرس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضا آباهكم وأبناؤكم لا تدهون أيهم أضرم لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معرفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكرون أموالا نتاما غربا إنما يأكرون في بطونه النارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصر ولأبويه لكل واحد منهما السرس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه الثلث من بعد وصية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكوبا واليتاما والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معوفا بسم الله الرحيم وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأخذون أموالا لتانا ضربا إنما يأخذون في بطولهم نارا وسيصلون سعيرا يوزيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوق ثنتين فلهم ثلثا لا ترك وإن كانت واحدة فلها النصر ولأبويه لكل واحد منهما السلس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضا أباهكم وأبناءكم لا تدهون أيهم أقرب لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من كربا واليتاما والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معوفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم زرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكرون أموالا نتانا غربا إنما يأكرون في بطولهم نارا وسيصلون سعيرا يوزيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم تلكا لا ترك وإن كانت واحدة فلها النظر ولأبويه لكل واحد منهما السبس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه الثلث من بعد وصية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكوبا واليتاما والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معوفا بسم الله الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأخذون أموالا نتاما غربا إنما يأخذون في بطونه النارا وسيصلون سعيرا يوزيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النظر ولأبويه لكل واحد منهما السرس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث وورثه أبواه فلئمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أرضيه آباهكم وأبناؤكم لا تدهون أيهم أغرم لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكوبى والعتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فلاتقوا الله فلاتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكرون أموالا نتاما غربا إنما يأكرون في بطولهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النظر ولأبويه لكل واحد منهما السرس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضي آباهكم وأبناؤكم لا تدهون أيهم أقرب لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمته الكربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معرفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم زرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأخذون أموالا نتانا غربا إنما يأخذون في بطونه النارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النجر ولأبويه لكل واحد منهما السرس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث ورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه السدس من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضي آباؤكم وأبناؤكم لا تدهون أيهم أغرب لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكوبى والعتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معرفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم زرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأخذون أموالا لتانا ضربا إنما يأخذون في بتونه النارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم ثلثا لا ترك وإن كانت واحدة فلها النصر ولأبويه لكل واحد منهما السلس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضي آباءكم وأبناءكم لا تدهون أيهم أقرب لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكوبا واليتاما والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا لتاما غربا إنما يأكلون في بطونه النارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم ثلثا لا ترك وإن كانت واحدة فلها النجر ولأبويه لكل واحد منهما السلس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضي آباهكم وأبناؤكم لا تدهون أيهم أقرب لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة أولو الكربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معوفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأخذون أموالا نتامى ضربا إنما يأخذون في بطولهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم ثلثا لا ترك وإن كانت واحدة فلها النصر ولأبويه لكل واحد منهما السبس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضا أباهكم وأبناءكم لا تدهون أيهم أقرب لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكوبى والعتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معرفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا نتاما ضربا إنما يأكلون في بطولهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم ثلثا لا ترك وإن كانت واحدة فلها النصر ولأبويه لكل واحد منهما السرس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضا أباهكم وأبناءكم لا تدهون أيهم أضرب لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا نتانا غربا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم مثلها ما ترك وإن كانت واحدة فلها النجر ولأبويه لكل واحد منهما السرس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضا أباهكم وأبناءكم لا تدهون أيهم أقرب لكم نفعا فهيضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معرفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم زرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأخذون أموالا نتانا ضربا إنما يأخذون في بطونه النارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن لساء فوقتنتين فلهم ثلثا لا ترك وإن كانت واحدة فلها النر ولأبويه لكل واحد منهما السبس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضي آباهكم وأبناؤكم لا تدهون أيهم أغرم لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا لتانا غربا إنما يأكلون في بطولهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوق ثنتين فلهم ثلثا لا ترك وإن كانت واحدة فلها النظر ولأبويه لكل واحد منهما السبس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه السدس من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضي آباهكم وأبناءكم لا تدهون أيهم أغرم لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معوفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأخذون أموالا وقالتانا غربا إنما يأخذون في بتونه النارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النجر ولأبويه لكل واحد منهما السرس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضا أباهكم وأبناءكم لا تدهون أيهم أقرب لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكوبا واليتاما والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معوفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا لتانا ضربا إنما يأكلون في بطولهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم ثلثا لا ترك وإن كانت واحدة فلها النظر ولأبويه لكل واحد منهما السرس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضي آباهكم وأبناؤكم لا تدهون أيهم أغرم لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا لتانا غربا إنما يأكلون في بطونه النارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النجر ولأبويه لكل واحد منهما السرس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه الثلث من بعد وصية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكربى والعتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معوفا بسم الله الرحيم وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فلاتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأخذون أموالا لتامى ضربا إنما يأخذون في بتونه النارا وسيصلون سعيرا يوزيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كنا نساء فوقتنتين فلهم ثلثا لا ترك وإن كانت واحدة فلها النصر ولأبويه لكل واحد منهما السلس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضي أباهكم وأبناءكم لا تدهون أيهم أقرب لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمته الكروبا واليتاما والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معوفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا نتاما غربا إنما يأكلون في بطولهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم ثلثا لا ترك وإن كانت واحدة فلها النظر ولأبويه لكل واحد منهما الصدس بنا ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضي آباءكم وأبناءكم لا تدهون أيهم أغرم لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا لتاما غربا إنما يأكلون في بتونه النارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كنا نساء فوقتنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النر ولأبويه لكل واحد منهما السلس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أرضي آباهكم وأبناؤكم لا تدهون أيهم أغرب لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكوبى والعتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معوفا وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا لتانا ضربا إنما يأكلون في بطوله النارا وسيصلون سعيرا يوزيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن لساء فوقتنتين فلهم ثلثا لا ترك وإن كانت واحدة فلها النظر ولأبويه لكل واحد منهما السرس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه الثلث من بعد وصية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معوفا بسم الله الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا لتانا غربا إنما يأكلون في بتونه النارا وسيصلون سعيرا يوزيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النجر ولأبويه لكل واحد منهما السرس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه الثلث من بعد وصية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكوبا واليتاما والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معوفا وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكرون أموالا لتانا غربا إنما يأكرون في متونه النارا وسيصلون سعيرا يوزيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصر ولأبويه لكل واحد منهما السرس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضا أباهكم وأبناءكم لا تدهون أيهم أقرب لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكرون أموالا نتاما غربا إنما يأكرون في بطوله النارى وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوق ثنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النجر ولأبويه لكل واحد منهما السبس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضي آباؤكم وأبناؤكم لا تدهون أيهم أقرب لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأخذون أموال التانى ضربا إنما يأخذون في متونه النارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصر ولأبويه لكل واحد منهما السلس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضا أباهكم وأبناءكم لا تدهون أيهم أقرب لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكوبى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معرفا وليخش الذين لو تركوا من خلفهم زرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكرون أموالا لتانا غربا إنما يأكرون في بطولهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم ثلثا لا ترك وإن كانت واحدة فلها النظر ولأبويه لكل واحد منهما السرس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضي آباهكم وأبناءكم لا تدهون أيهم أغرم لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة والكوبى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا لتامى ضربا إنما يأكلون في بطولهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوق ثنتين فلهم ثلثا لا ترك وإن كانت واحدة فلها النصر ولأبويه لكل واحد منهما السبس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضي آباهكم وأبناؤكم لا تدهون أيهم أقرب لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا نتانا غربا إنما يأكلون في بطولهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النجر ولأبويه لكل واحد منهما السلس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضا أباهكم وأبناءكم لا تدهون أيهم أقرب لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكوبى والعتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معرفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأخذون أموالا لتانا غربا إنما يأخذون في بطوله النارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم ثلثا لا ترك وإن كانت واحدة فلها النظر ولأبويه لكل واحد منهما السرس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضي آباهكم وأبناؤكم لا تدهون أيهم أغرم لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكوبى والعتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا لتانا غربا إنما يأكلون في بطولهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النجر ولأبويه لكل واحد منهما السرس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضي آباهكم وأبناؤكم لا تدهون أيهم أغرم لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكربى والعتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأخذون أموال التامى ضربا إنما يأخذون في بطونه النارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصر ولأبويه لكل واحد منهما السرس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضي أباهكم وأبناءكم لا تدهون أيهم أقرب لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكوبا واليتاما والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا نتانا غربا إنما يأكلون في بطولهم نارا وسيصلون سعيرا يوزيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوق ثنتين فلهم ثلثا لا ترك وإن كانت واحدة فلها النجر ولأبويه لكل واحد منهما السبس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضا أباهكم وأبناءكم لا تدهون أيهم أقرب لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكرون أموال التامى غربا إنما يأكرون في بطولهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النجر ولأبويه لكل واحد منهما السبس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أرضيه آباهكم وأبناؤكم لا تدهون أيهم أغرب لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكربى والجتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا لتاما ضربا إنما يأكلون في بتونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النظر ولأبويه لكل واحد منهما السرس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضي آباهكم وأبناؤكم لا تدهون أيهم أغرم لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معوفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فلاتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا لتانا غربا إنما يأكلون في بطولهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النجر ولأبويه لكل واحد منهما السرس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضي أباهكم وأبناءكم لا تدهون أيهم أقرب لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأخذون أموالا لتانا غربا إنما يأخذون في بطونه النارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوقتنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النظر ولأبويه لكل واحد منهما السرس بما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه السدس من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضا آباهكم وأبناءكم لا تدهون أيهم أغرب لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمته الكوبى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم زرية رعافا خافوا عليهم فلاتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا نتانا غربا إنما يأكلون في بطوله النارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كنا نساء فوقتنتين فلهم ثلثا لا ترك وإن كانت واحدة فلها النجر ولأبويه لكل واحد منهما السبس بنا ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلئمه الثلث وورثه أبواه فلئمه الثلث فإن كان له إخوة فلئمه الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أرضي آباءكم وأبناءكم لا تدهون أيهم أقرب لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر الكسمة من الكوبى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم زرية ضعافا خافوا عليهم فلتقوا الله فلتقوا الله